فأي واحد يأتينا ويريد مننا أن نخرج عن هذا الصراط فإننا أولاً نرفض وثانياً ما يكفي أننا نرفض لأن لا بد أن نبين ونخذر منه نخذر الناس منه ولا يسعون السكوت عليه لأن إذا ستكنا عليه اقتر به الناس أسيماً إذا كان صاحب فصاحة ولسان وقلم وثقافة فإن الناس يغفرون به ويقولون هذا مؤهل هذا مفكر من المفكرين كما هو الخاص للآن فالمسألة خطيرة جداً وهذا فيه وجوب الرد على المخالف عكس ما يقوله أولئك يقولون تركوا الردود خلوا الناس كل له رأيه واسترامه وحرية الرأي وحرية الكلمة بهذا تهلك الأمة بهذا تهلك الأمة الصلف ما سكت عن أمثال هؤلاء فضحوهم ردوا عليهم لعلمهم بخطرهم على الأمة نحن لا يسعنا أن نسكت عن شرهم لابد من بيان ما أنزل الله وإلا نكون كاتمين من الذين قال الله فيهم من الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن فلا يقتصر الأمر على المبتدع بل يتناول الأمر من سكت عنه من سكت عنه يتناوله الذنب والعقاب لأن الواجب البيان والتوضيح للناس وهذه وظيفة الردود العلمية الردود العلمية المتوفرة الآن في مكتبات المسلمين كلها تدب عن الصراط المستقيم وتحذر من هؤلاء فلا يروج علينا هذه الفكرة فكرة فرية الرأي فرية الكريمة واحترام الآخر إلى آخره نحن ما جسدنا الآخر أصدنا الحق ما قصدنا نجرح الناس الذي تكلم في الناس القصد هو بيان الحق وهذه أمانة حملها الله العلماء فلا يجيز السكوت عن أمثال هؤلاء لكن مع الأسف لو يأتي واحد يرد على أمثال هؤلاء قالوا أنت متسرع أنت فيك وفيك هذا ما يستحق الرد لو سكت عنه ما اشتهر أمره لو سكت عنه ما اشتهر أمره إلى غير ذلك من الوساوس فهذا لا يخذل أهل العلم أن يبينوا للناس شر هؤلاء دعاة الضلال لا يخذلهم لكن نقول لا بد من أهل العلم ما هو كل واحد يرد أو كل واحد لا لازم ما يتولى الرد إلا أهل العلم والبصيرة الذين يعرفون الخطأ من السواب يعرفون الحق من الباطل ويعرفون كيف يردون وما هي الحجج والإيجابة عن الشبهات